اشتركوا في القناة محفزا لهم في مواجهة التحديات المختلفة كما انها سوف تنعكس اجابا على دعم وتنمية المؤسسات واحداث نقلة نوعية لهم كونهم شريان الاقتصاد والداعم الاكبر للنتج المحلي الاجمالي لمملكة البحرين دعما لكافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميا ملحوظا جاء قرار سمو رئيس الوزراء خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء لانعاش الاقتصاد الوطني وتوسيع الافضلية للمؤسسات وتحسين اوضاع المؤسسات الصغيرة في المملكة نظرا لمساهمة تلك المؤسسات في الناتج المحلي الاجمالي والوقوف على متطلبات صقار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات امامهم في مواجهة التحديات المختلفة مبادرات وتسهيلات الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على تلبية وتذليل المعوقات والتحديات عكست الرؤية الحكيمة لسموه التي تسير جنبا الى جنب للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة اهل البلاد المفدة كما دلت توجيهات سمو رئيس الوزراء على اهتمام سموه بالقطاع الخاص وحرصه على دعم المؤسسات السقيرة والمتوسطة بكافة السبل المتاحة من اجل النهوض ببيئة الاعمال البحرينية للعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني كما انها نجحت من خلال حزمة النظم والتشريعات في انجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الاعمال مما يسهم في توفير فرص عمل للشركات الصغيرة تستطيع من خلالها مواصلة طريقها نحو قطاع خاص قادر على تحمل المسئولية رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صب في صالح المواطن كونه هو محور التنمية وغايتها الاولى وانه المستفيد الاول من توجيه سموه بشكل مباشر وان القرار سوف تكون له تأثيراته الايجابية على القطاع قريبا كما انه سيساند الغطاع الخاص وتحمي الشركات من الافلاس هذا وحققت مملكة البحرين بفضل الرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ودعم الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر ومساندة سمو ولي العاد حققت خطوات متقدمة في المجال التنموي على كافة المستويات بفضل التواصل الدائم والمباشر مع ابناء البحرين ومتابعة سموه لكل عمل من شأنه الارتقاء بالوطن في جميع المجالات طلال نايف لمركز الأخبار تفزن البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة